بسم الله الرحمن الرحيم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقص ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وحلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاسوا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شطت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يورف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيمان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بقائن ما من استبرق وجن الجنتين دان وجن الجن جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إن عسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إن الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نراختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف الخضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام